المهارة تصنيف التعريف وتحليله للمهارة تعريفات عديدة من أهمها تنمية القدرات تحديد الأهداف تصنيف ومقارنة وتقييم المعلومات واختيار الطريقة الأنسب لأداء المهام ومنها أيضاً استخدام مجموعة من الأساليب لجمع وتسجيل وتمثيل المعلومات بغرض التواصل مع الجمهور ويمكن تصنيف التعريف وفقاً لمجموعة من البنود كما يلي التفكير النقدي وحل المشكلات وفيه يتم استخدام أنواع مختلفة من المنطق مناسبة للوضع على سبيل المثال الاستقرائي الاستنتاجي إلى آخره تحليل التفاعل الكامل إلى أجزاء لإخراج النتائج من الأنظمة المعقدة الأحكام والقرارات وفيه يتم تحليل للأدلة وتقييمها بفعلية تحليل وتقييم نقاط بديلة وتجهيزها للعرض بالإضافة إلى حل المشكلات الإبداع والابتكار عمل خلاق مع الآخرين تنفيذ الابتكارات التواصل والتعاون المعرفة العلمية والعددية التفكير متعدد التخصصات تعريف كوتريل للمهارة يعرف كوتريل المهارة بأنها تلك القدرة على الأداء الفعال والتعلم المتميز في أي وقت نريده وهي نشاط مكتسب يتم تطويره من خلال ممارسة الأنشطة التي تدعمه التغذية التراجعية فيدباك كما أن كل مهارة من المهارات تتكون من مجموعة من المهارات الفرعية الأصغر منها وعدم اكتمال أي من المهارات الفرعية يؤثر على جودة الأداء الكلي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر